السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم قناة أموميون لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحبتي في اللي يريد تشتركوا معي أكتر وقت وتتبصلوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الزنا في المنام للرجل عزكم الله في المنام علامة يا دول بس ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية الزنا أو الجماع في المنام بعض الأشخاص بيكون عنده حالة خجل أو كسوف إنه هو يتكلم في الحلم اللي هو رؤية الزنا أو الجماع في المنام لبعض الأشخاص بيكون عندهم حرج ومش بيبقى قادر إنه هو يتكلم في المنام دوت أو يتكلم عن المنام دوت ولكن دوت بيبقى حلم أو رؤية وعلى الرؤية يعرف إن الرؤية ديت هي رؤية تحذيرية أو رؤية جياله بالخير أمثا رؤية الزنا في المنام للرجل بسفة عامة سواء كان شاب أو رجل متزوج أو رجل مطلق أو رجل أرمل رؤية الزنا أو الجماع في المنام من الرؤيات اللي ممكن تكون رؤيات تحذيرية ليه في بعض الحالات وممكن تكون رؤية جياله بالخير وصلاح الأحوال ليه في بعض الحالات يعني عندنا هنا مثلا لو الرجل شاف فيه منامه إنه هو بيقوم بعلاقة الزنا أو الجماع مع امرأة جميلة شكلها حلو وحسناء وشكلها كان جميل بس هو ما يعرفهاش هنا بيدل على إن الرؤي هينول معرفة هينول مال هينول رزق هينول صلاح الأحوال سمع أخبار صار ليه في الفترة القادمة عن قريب بإذن الله تعالى وكمان ممكن يكون إنه هو هينول مال والمال ده هيضعه فيه مكان زي مثلا بنك أو مكان زي خزنة والمال ده هيجيله مال كثير بإذن الله تعالى بس عن شرط إن الإمرأة دي تكون إمرأة حسناء وإن هو ما كانش يعرفها طب لو الرؤي شاف فيه منامه إنه هو بيزني بإمرأة هو يعرفها ممكن مثلا لو هو بيحلم إنه هو بيقوم بعلاقة الزنا أو الجماع مثلا مع امرأة صديقه أو امرأة هو يعرفها لو كان شاب أعزب وشاف في منامه إنه هو بيقوم بعلاقة الجماع أو الزنا مع امرأة هو يعرفها أو إنه هو يريد الزواج منها بإذن الله تعالى هو هينول الزواج منها أما لو كان رجل مثلا متزوج وشاف إنه هو بيقوم بعلاقة زنا أو جميع مع زوجة صديق ليه أو أحد الأشخاص المقربين إليه معنى كده أنه هو مش خيانة لا هي مش خيانة ولكن هو بيدل على أن الرجل ده عاوز ينول من صديقه أو من زوجة صديقه مال عايز يأخذ منهم مال أو إنه هو حاطة عينه على حاجة عندهم في منزلهم أو في بيتهم أو في مالهم فيه شيء معين وهو عايز ينول منه رؤية الرؤية اللي هي لا خيرة فيها واللي هي رؤية غير محمودة رؤية إن الرأي يشوف إنه هو بيجامع زوجة جاره دي لديت رؤية غير محمودة أما بالنسبة لرؤية الجماع مع المحارم رؤية الجماع مع المحارم هنا يعني لو شخ واحد شاف عزكم الله إنه هو بيجامع أو بيزني أو بيجامع أحد الأشخاص أو الشخصيات من امرأة من المحارم ليه وشاف إنه هو هنا بيجامعها هنا بيدل ليه على إنه هو هتقل المحبة والمواد ده اللي بينهم وممكن كمان تنقطع المواد ده اللي بينهم يعني يحصل مشكلة والمشكلة ديت هيبقى فيها قلة محبة وهيحصل فيها قلة مواد ده ما بينهم ده لو شاف رؤية إنه هو بيجامع أحد المحارم ليه والله أعلى وأعلم رؤية الرأي إنه هو بيشوف إنه هو بيجامع امرأة ميتة هنا بيدل على حصول الرأي على هم وغم ليه والله أعلى وأعلم يعني ممكن يعفو مشكلة المشكلة دي هتسبب له متاعب هتسبب له هم هتسبب له غم فعليه إنه هو يتوخل حذر من هذه الرؤية لإنها برضا غير محمودة ليل بس لما يشوف إنه هو بيجامع امرأة ميتة والله أعلى وأعلم بشكركم جدا على حصن استماعكم لي وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو أي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته